دا ينطبق بقى على الأستاذ أسامة طبعا جدا يعني بجد صدقا يعني ما عرفتكش يعني أنا قاعدة طول المسلسل يقول مين الرجل دا الشيخ حسني مخارج ألفاظه طريقة أداءه وما هواش كوبي يعني كان سهل أنه تبقى كوبي من الشيخ حسني بتاع كتكاتو أو كده لكن لا أنت طبعا الحالة ليها طريقة لكن ما انتاش نسخة والغنى ايه؟ دا شرف كبير رأي حضرتين دا لا ازاي دا حقيقة والله أنا ما يعني أنا الأول ما قالولي على المسلسل يعني أنا محمد سليمان عبد الملك كاتب السيناريو أنا من جمهوره كأديب قبل ما يبقى كاتب السيناريو فده بالنسبة لي حاجة ملفتة للإنتباه جدا وبعدين فيه المسلسل ما يأخوز عن كتاب الكتاب دا جميل جدا والمخرج مخرج إعلانات ممتاز يعني عنده إعلانات جيدة جدا والمسلسل اللي عملوا قبل كده فدي كانت والأستاذة تامر مرتضى أنا خلفية إخراجية أصلا فأعرف الناس اللي في الصناعة كلهم فهو شخص يعني من خبراء الجرافيك قبل ما يبقى منتج وكده فمحل صيقة كبيرة يعني فأنا أول مجال السيناريو تفائلت جدا وخصوصا كمان إن النجوم بتوع أو الشخصيات الرئيسية أنا من جمهورهم وأعرفهم أعرفهم يعني حتى كان أستاذ كريم قاسم حاجة غريبة جدا أعزلنا التالس وإن شاء الله أعزلنا كريم صديقي هو كان أول بطولة يعملها كان مع المخرج المرموك الراحل الأستاذ أسامة فوزي وأنا كنت مساعد المخرج الأول في الفيلم لاحظ مش أول بطولة أو البطولة أو أدفر يعني أول بطولة لوحدة فأنا كنت مساعد المخرج الأول هو في الفيلم وهو صديقي من ساعتها يعني بس فدي كانت كلها عوامل تفاؤل يعني للتعامل مع الموضوع أنا لما قريت بقى السيناريو قريته بدقة ومن حسن الحظ كان فيه عدد كبير من الحلقات موجود قبل ما ندخل التصوير بقى اتعجبة صحيح الحمد للنقر عشر حالقات تلت العمل فده كان يعني من حسن الحظ فعلاً لأنه قدم ساحة للتفكير والإعداد والاستعداد على كافة المستويات للشخصية يعني بس حضرتك أبداعك الله العزيزي لا ومجد جداً ومجدحك جداً مموت متضحك وزي فلسفته ليه طريقة في الفلسفة والترياءة كده فظيعة